رجعنا من جديد ومستمرين معكم اليوم لم تحدث عن التوثيق والأرشف للتراث الشعبي ودور وزارة الثقافة في ذلك وحفظ الذاكرة الوطنية رقميا رح يكون معنا الحديث أكثر السيد عاقل الخوالد مدير مديرية ثقافة إربد من وزارة الثقافة أهلا وسهلا صباح الخير صباح الخير أخي إبراهيم صباح الخير على عمان وعلى هذا الوطن صباح الخير على مشاهدي برنامج يوم جديد الذين اعتزوا نفتخر بهذا البرنامج عاشت معه الأجيال ويعني سادر باتجاه المستقبل صباح الخير صباح الخير حقيقة إحنا لسا كنا نحكي مع الدكتور عاقل عن الربيع السنة يعني الشيء يذكر أن الربيع الشمال تجاهينا من الشمال السنة بلش بكير وحتى مديرية ثقافة إربد موجودة على تلة في أيدون حواليها عن جد مشهد كتير جميل فأنتم محظوظين حتى في موقعكم في المكان ما هو يعني اليوم من الشمال على الوسط الأردن سجادة خضرة ما شاء الله وإجواء الماطرة هي أجواء الخير إن شاء الله دائما على وطننا الحبيب إن شاء الله دائما وأبدا بدنا اليوم نحكي عن اهتمامكم في مديرية ثقافة إربد بموضوع التراث وتوثيقه وكل ما له علاقة بهذا الإرث اللي إحنا بنحاول بقدر الإمكان إننا نحافظ عليه السمر شكرا يعني كما تعلمي التراث الشعبي هو ثمة مهمة من ثمات الثقافة الأردنية وتعبير حقيقي وعميق عن الهوية الوطنية الأردنية تماما ووزارة الثقافة عبر مسيرتها أولت هذا الموضوع اهتماما كبيرا لأنه يمثل عماد وأصالة الموروث الثقافي الأردني صحيح وباختلاف عن أي موروث ثقافي آخر نحن في الأردن لسنا منطقة عبور كما تخييرها البعض الأردن يقع في قلب العالم العربي ويبدو أن حظ هذا المكان وهذا المنطقة يعني من الحركة الثقافية والسياسية والاجتماعية منذ فجر التاريخ كان زاخر بحركة الإنسان وتعرف الإنسان وإنما وجد له أثر وجد له تفاعل مع المكان والزمان مديرية التراث في وزارة الثقافة والمديريات العاملة كلها تستند إلى رؤية واحدة رؤية وزارة الثقافة اليوم ترجع إلى استراتيجية تركز تركيزا أساسيا على موضوع التراث نتحدث عن التراث الأردني لأننا نتكأ على الأصالة أولا ثانيا هو ركيزا من ركاز العبور باتجاه المستقبل لا نتحدث عن إرث جامد أو عن موروث مؤرشف ومغلق عليه في الخزان هو عبارة عن وثيقة نقدمها للأجيال أولا ثانيا نعمل بشراكة حقيقية برؤية وزارة الثقافة أنها لا تعمل لوحدها تعمل اليوم بشراكة حقيقية مع كل المؤسسات حتى الإعلام وإطلالتنا من خلال برنامجكم اليوم هذا مؤثر وأيضا محرك أساسي للعمل الثقافي في الأردن اليوم نحتفل باليوبيل الفضي برنامجكم من هذه الإنجازات وأيضا جملة كبيرة من الإنجازات الثقافية في مجال التراث الشعبي سواء كان في محافظة أربد أو في هذا الوطن الممتد على هذه البقعة الجميلة من العالم هذه منجزات ثقافية تسجل الأردن من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقيات عالمية على موضوع التراث خاصة التراث غير المادي نعم بالتأكيد في 2003 أطلقت اليونسكو اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي وكان الأردن من أوائل الدول التي صادقت عليها كان دورنا في ترتيب العالمي 41 من أصل 134 دولة وهذا الشيء متقدم ثانيا كل الاتفاقيات العالمية الخاصة بصون التراث وأشكال التعبير غير المادية والمادية كانت الأردن من أوائل الدول التي صادقت عليها آخرها كان المأثورات الشعبية في منظمة التربية والثقافة والعلوم صادق عليها جلالة الملك جلال سيدنا بالعام 2011 وهذا تعبير حقيقي عن اهتمام جلال سيدنا بالتراث الشعبي وبالثقافة الأردنية ومحرك حقيقي للعاملين في هذا القطاع بأننا في وطن تهتم قيادته بهذه الثيمة ممتاز نعم أيضا كما تعلموا التراث الشعبي كمديرية في العام 2010 تم اطلاق مديرية التراث الشعبي التراث غير المادي وانيطة بهذه المديرية من خلال ذات الثقافة كثير من البرامج منها برنامج المكنز التراثي وهذا البرنامج ركز على جمع المفردة الأردنية أنا لا أستطيع أن أضيء بهذا اللقاء على كل شيء لكن نحن نأخذ رؤوس أقلام دعم تطفاء مشروع المكنز التراثي هو مشروع عالمي وعربي لكن الأردن كان له ريادة لأن السر في نجاحنا دائما كان هو إشراك المجتمعات المؤسسات الرسمية لا تعمل بمفردها وبمعزل عن المجتمع كان يتم تدريب أبناء المجتمع المحلي على جمع المفردات وجمع التراث وبعد تمكينهم وتدريبهم تشكيل فرق عمل تخرج إلى الميدان نصل لأدق التفاصيل لأن هذا التراث وأن لم يكن جزء منه ممارس لذلك الجماعات حاليا لكنه وثيقة وطنية تعبر عن كيف استطاع الإنسان الأردني أن يعبر الزمن باتجاه المستقبل ومحافظ على التراث وأيضا استمر بالحفاظ على التراث استطاع أن يطور المفرد التراثي لكنه لم يتخلى عن التراث صحيح محفور باكر لا شك اليوم إذا ما تحدثنا وأنا لفتني موضوع جدا مهم وهو الحفظ اليوم المتحدث عن الذاكرة الوطنية حفظها رقميا وهذا الموضوع قدي كمان مهم اليوم نحن نوظف التكنولوجيا والحداثة في توثيق تاريخنا وإرثنا وهذا الإشي أيضا مفيد للأجيال القادمة بالتأكيد يعني كل الجهود التي تبذل بمجال التوثيق سواء كان في موضوع المكنز التراثي أو باستبانات صون التراث الشعبي كلها تتحول رقميا ومن يدخل على موقع وزارة الثقافة يجد عدة منصات متعلقة بهذا الموضوع من أهم هذه المنصات داتا خاصة بالعاملين بالحرف الشعبية التقليدية يعني ندخل إلى الويب سايت وزارة الثقافة تجد منصة خاصة بالقائمين على العمل من المجتمع طبعا مش من الرسمين أيضا تجد الهيئات والمؤسسات الشعبية القائمة على العمل الثقافي الخاص بالتراث الشعبي تقف على عدة منصات تتحدث عن التراث الشعبي والجهود التي تبذلت بهذا المجال رقميا كل ما يتم جمعه يتم عرضه من خلال المنصات وأيضا من أهم الأشياء التي عملت عليها مدرية التراث في وزارة الثقافة لدينا مكتبة رقمية الآن لكل التسجيلات الصوتية التي تم جمعها تم جمع ما ينوف عن ألف كاس صوتي بعضها كان لفرق حتى من الإذاع الأردنية بعضها كان لمؤسسات أهلية ومحلية بعضها كان لمؤسسات عربية كانت تعمل على جمع التراث الشعبي كل هذا بجهود الزملاء السابقين تم جمعه بمكتبة صوتية والآن هذه المكتبة الصوتية تحولت إلى رقمية يستطيع أي باحث أن يحول هذا المحتوى إلى محتوى ورقي يستطيع أي باحث أن يعود نحن لا نتحدث فقط عن تسجيلات الصوتية نتحدث عن اللهجة الأردنية عن مفردات متعلقة بالعادات والتقاليد والطقوس التي كان يمارسها المجتمع وأيضا أن نحن بين يدينا كنز كبير يعني كنز كبير يعبر عن حياة الأردنيين وعن رؤاهم تجاه المستقبل دائما دكتور هاقل إحنا كل شعوب لديها تراث أنا مش تحيزا بس يعني بحس أنه التراث الأردني جميل لذلك إحنا مرات الناس العاديين بيستحضروا التراث بدون قصدية يعني لأنه بقول لك ما أحلها الأغنية مثلا ولا ما أحلها الثوب اللي من أيام زمان ولما أسكه الأكل اللي كنا زمان نسويها بدون قصدية منرجع لتراث إنه حلو مليء بالجمال حقيقة فما أسهل أن تجمع الجمال يعني هاي مهمة صحيحية شاقة لكنها بنفس الوقت ممتعة لما لوحد يروح على الأرياف على البوادي يجمع كل هذا الجمال سيد سمرو أنت تضيئي على أو تؤشر باتجاه خصائص التراث الأردني أصلا أنا قلت لك نحن لسنا في منطقة عبور كما يتخيلها بعض المؤرخين نحن في منطقة تتوسط العالم العربي تتوسط العالم يعني إذا رأيت خارطة العالم نحن نتوسط العالم بالتأكيد الإنسان في هذا المكان مرتبط بتراثه وأنتج تراث شعبي عميق متنوى أيضا من الخصائص التي تحدثت هنا هي الفطرية والإنسانية لأن كل موروثنا الشعبي ذاهب باتجاه الإنسانية لا يوجد موروث يدعو إلى التطرف لا سمح الله لا يوجد موروث شعبي يدعو إلى العنصرية ثقافة حياة بالنهاية حتى الثوب يرمز إلى التنوع ويرمز إلى الربيع والألوان محبة الطبيعة وصباط الإنسان سلام لكن مأكلاتنا الشعبية كلها مرتبطة بالمنتج الحياتي بنمط المعيشي يعني لا يوجد ثيمة بالتراث الشعبي الأردني إلا وهي مرتبطة بالإنسان ومرتبطة بالمكان فطريته أيضا تساعدنا كثيرا أننا في كل المواقف نعود للتراث الشعبي فنجد مساحة من المحبة مساحة من الجمال بالتأكيد نحن متحدث عن التراث تحديدا الشعبي كل هذا الجمال اللي متحدث عنه كم مهم أنه ندرجه أيضا عالميا على قائمة التراث العالمي وهذا دورنا أيضا في إبرازو يعني التراث المادي تناط به مؤسسات شركة الوزارة الثقافة لكن وزارة الثقافة هي بيت الخبرة بموضوع التراث غير المادي ويناط بها مهمة تسويق وأيضا تصدير وإخراج مكنونات التراث الشعبي أعطاء الصور الحقيقية لهذا التراث عالميا الدول تتنافس تنافس شديد باتجاه حفظها حفظ التراث الشعبي وأيضا وضع عناصر من التراث الشعبي على قوائم التراث العالمي نجحنا بكل فطرية وبكل بساطة بدراج عدة عناصر ثقافية لدينا قائمة طويلة تنافس عالميا أيضا لدينا قائمة مشتركة عربيا الخط العربي موضوع أردني مهم ومشترك عربي بالضبط النخل وما يرتبط به من الموروث الشعبي هذا مشترك قدمته الأردني الأردن باتجاه العالم العربي وأيضا المأكلات الشعبية على رأس المنسف هناك فن السامر وفنون أدائية كثيرة مرتبطة بالغناء الشعبي حتى الألاك العزفية الحصاد وعشان كمان المسلمين الكرام ومشاهدين أن نبسط المفاهيم نحن نتحدث عن الحصاد كموسم في الشمال أو في الوسط أو الجنوب لكن لا نتحدث عن الجانب المادي بموضوع الحصاد كإنتاج زراعي يرتبط بهذا الموسم أغاني شعبية أمثال شعبية تقاليد طقوس هناك أجندة زمنية يتعامل مع الفلاح في التعامل مع الأرض فكل هذا الموروث يندرج ضمن العنصر وهو عنصر الحصاد عندما نتحدث عن صناعة النسيج أو صناعة القش في شمال أردن أو في الوسط كل هذا مرتبط فيه تفاصيل كثيرة من الأغاني الشعبية من الأمثال الشعبية قصة الطب الشعبي حكاية كبيرة أشتغل عليها باحثينا في الميدان وجدنا أنه هناك موروث ثقافي أردني حقيقي متعلق بالطب الشعبي وعلمي تتوارث الأجيال لأنها تجارب اليوم ما يصلنا من التراث الشعبي وإن كان نزر بسيط نحافظ عليه وهو مهدد بلا سمح الله الزوال أيضا نحافظ عليه من خلال برامجنا مهدد بالسرقة يعني ما دمنا نشتغل بهذا الاندفاع وبهذا الحماس بالتأكيد نحن نحصن هويتنا الوطنية لأن التراث كما قلت لكم هو جزء من الهوية ومهم جدا ويمثل أصالة نحن نتكلم بالهوية دائما على الأصالة وإنت ذكرت شيء مهم له علاقة بارتباط تراثنا بكتير جوانب إنساني لما نحكي عن مثلا تقاليد والأعراس مثلا تشوف العونة تشوف النقوط اللي هو بيساعده فيه العريس يعني فيه شيء دائما لازم يكون فيه شيء له علاقة بدعم الآخر لازم يكون فيه شيء له علاقة بالتعاون واليد فوق اليد حتى تعمر يعني البلاد دائما الآخر بالتأكيد يعني نتيجة محصول هذا الجمع اللي يجمعوه الباحثين في الميدان موجود على موقع وزارة الثقافة ومدرية الترافة يعني تجدي تجدي حتى التنوع في التعامل مع الحدث ثقافيا لدى المجتمع الأردني يعني في الجنوب هناك عادات وتقاليد مرتبطة بالعراس صحيحنا نحن الوطن واحد ويعني بالعكس يعني المحيطنا العربي يشترك معنا أيضا بكثير من الأشياء لكن الأردنيون في عينما وجدوا يتعاملوا مع الحدث أيضا بحسب معطيات الأرض من لديه إنتاج زراعي مرتبط بالنبات الزيتون والحصاد يتعامل مع هذا الحدث وفق المنتج طح من هو في المجتمعات الرعوية أيضا يتعامل يعني ضمن هذا المنتج أبناء المدينة والحاضرة أيضا وسط المدن طبعا لدينا تراث عميق في وسط المدن طبعا الصلط وعمان وكل محافظاتنا الأردني نعم مرتبطهم بالثقافة يعني وسط المدن كان لها وما زال هوية خاصة وتراث خاص لليور وهذا الانفتاح باتجاه كل مجتمعات الأردن هذا يعبر عن أننا أيضا يعني فطريين وإنسانيين دائما متنوعين يعني من يقف على العناصر التي جمعها الباحثين يجد أيضا أنه هناك اهتمام كان من الأردني على الحفاظ على كل صغيرة وكبيرة بموضوع التراث الشعبي نعم الجاهة الجاهة كانت تعبر عن يعني كيف نظرتنا أن المرأة لدي المجتمع يعني حقها منتقص لكن الجاهة وهذا الاهتمام وأن لا يكون تقدير للمرأة ليس أي إنسان يعني يتوجه ويأسير في الجاهة هذا يعبر عن الأردنيين يحترموا المرأة وأن مجتمعاتنا مجتمعات فطرية عميقة إنسانية نعم نعم نحن اليوم تحدث عن الفطرة والعقيدة في نفس الوقت اليوم احترام المرأة هي عقيدة واليوم نرى هذا كان مدمج في ثقافتنا منذ البداية نشكرك يا دكتور عقل خوالد على وجولك معنا في اليوم ويعطيكم ألف عافية على الجهود المبذولة نحن سعيدين جدا أن نضيء دائما من خلالكم من خلال برنامجكم الجميل على هذا الوطن الحبيب دائما دمتم بخير إن شاء الله شكرا شكرا